الموضوع هو هال اكلري هال اكلري اللي هي لواحق الحال أو دوروم اكلري لواحق الحال اللي هي تقابل أو مجازا بنسميها أحرف الجر نحنا ليش عم قول مجازا لأنه هي كلمة أحرف الجر جاي من وجود تصريف صرف باللغة العربية يعني فتح وضم وجر لهيك اسم أحرف الجر أما هي باللغة التركية اسمها لواحق الحال لواحق الحال هنين 8 بجزء اللي بيسمع أحرف الجر بيقول هنين 5 بس هي لواحق الحال بتضم غير أحرف الجر بعض الأشياء الأخرى لواحق الحال هنين 8 إن شاء الله اليوم بنمر على أربعة مرور سريع وبنمر الأسبوع الجاي على أربعة آخرين إن شاء الله عز وجل حنبلش أول شيء أول شيء زنهاال أكليري الحالة الأولى هي حالة الإسم المجرد اللي بيسموه يلن هال يلن هال الحال المجرد يلن هال الحال المجرد الحال مجرد يعني هون الإسم عم ييجي مجرد من أي حرف من حروف الجر مثل ما قالنا أنا هقول ما جازا حروف الجر لأنه كل اللي بيسمعوني متعودين على هذا المصطلح مثال على ذلك مثل ما يجي مثل ما ان الاسم مجرد لما اقول اربا ايف قلم تليفون مسا ساندالية اكل بنا سقاك جادة اسم مجرد هذا المجرد حتى لو اجاب الجملة ممكن يجي بالجملة لكنه مجرد مثلا لما يكون هو الفاعل او مفعول به غير محدد لانو هنحكي بعدين عن المفعول المحدد كيف يعني مثلا اتقول اربا تشوك جزال السيارة جميلة مجرد اربا اجهيك اربا تشوك جزال تشوك لار تشوك لار اوينيور لار تشوك لار اوينيور لار الاطفال يلعبون بير كتاب بير كتاب اوكيوروم اقرأ كتابا لاحظوا بير كتاب اوكيوروم بير كتاب اوكيوروم اقرأ كتابا بابام او ريتمان بابام او ريتمان بابام تعتبر مجرده هلا اذا فيها الاياليك اللي هي الملكية ما تعتبر من لواحق الحال لا تعتبر من لواحق الحال فبيضال يعتبر الاسم مجرد بابام او ريتمان كاليمليك الكرلده كاليمليك يعني المقلمة كرلده كسرت كسرت المقلمة كاليمليك كرلده كاليمليك ايضا يعتبر اسم مجرد من لواحق الحال لك هاي لاحقة أخرى بمعنى آخر بس ما تعتبر من لواحق الحال يعني ما في أحرف جر معه كالم لك كرلد إذن القسم الأول بقول هو يلنهال الاسم المجرد ليش عم بحكي هاد طب الاسم مجرد أسهل شي أسهل شي لكن كثير منه لما ناخد الباقي بننسى منصير أي حال اسم بنحط له يعني خاصة لما ناخد اللاحقة تبع الـ تبع المفعول به بتلاقي أي شغل يبدو يحدده ها واحد يقول لك عربايي انه أنا بدي أقصده السيارة هاي السيارة جميلة لا أبدا عربا قزال حتى لو بديتول هاي السيارة بو عربا قزال اسم مجرد وهي هي الحالة الأولى الحالة الثانية هي يونيل مهال يونيل مهالي يونلمة يون شو يعني جهة? او اتجاه يعني حالة الاتجاه اللي هي ا اللي هي ا او ا ا و او اللي هي احنا من قولة بالعربي تجاوزا الى ليش اتجاه اسمه? لانه انا بهالحالة هذا الاسم هبهالاسم اللي بي significant في شي عم يتجه الى هعطيكم مثال لما اقول صعدنا إلى السيارة إذن لاحظوا السيارة في شيء عم يتجهل السيارة اللي هو نحن متجهين إلى السيارة أرابايا بندم نحن متجهين إلى البيت سألت المعلم الطلاب هل هنا نحن مخربة نحن بالعربي مفعول به بس انترفهما بحالة الأتراك في توجه المعلمة توجهت إلى الطلاب بالسؤال يعني سألت إلى الطلاب كأنه سألت توجهت بالسؤال إلى الطلاب في توجه باتجاه الطلاب فقلنا سألت إليهم سألت يعني توجهت لهم أنا أثق بك ثقتي متوجهة إليك في ملاحظة لابد أن نقولها فيها جانب سماعي فيها جانب على منطق اللغوي التركي اللي مو دائما بيطابق معنا بالضبط يعني أنت بتقول مثلا الله يش مو توجه هاي بكرة بأمثلة أخرى هاي ممكن تكون الواحد اللي لازم تتعود أنه كل فعل تعرف شو حرف الجر أو شو الحال اللي بياخده لما يجي قبل الاسم هذا الشي بالقواميس المكتوبة بحشكلتنا معظمنا بتتعامل مع النيت جوجل وهيك القواميس المكتوبة بتلاقي مثلا فعل البنك بانا باكما بانا باكما لا تنظر إلي طه طايا باك طه طايا باك إذن يون المهالي اللي هي آ بتجي توجه إلى هذا الاسم يعني تقابل بشكل أكثر شي عنا باللغة العربية هي إلى وبتجي أحيانا مثل أثيق بك بي بتجي كتير بي بها السياق إلى معنى أيضا آخر بتجي أحيانا مع مثلا بقولك أكشما قرشورز أكشما قرشورز أكشما قرشورز يعني نلتقي مساءا نلتقي إلى المساء يعني إلى المساء بيكون منلتقي على المساء فأنا بقول أكشما بصير تقريبا ضرف زمان وبتجي أيضا بمعنى لأجل بقولك سانا هدية جيتر دم أحضرت هدية لأجلك لأجلك يعني مثل إتشين أو مثلا لما أقول أفيمي أفيمي يني دولاب آل دم أو جيتر دم يعني اشتريت خزانة جديدة لبيتي يعني لأجلي بيتي هذا هو الحال الثاني إذن يوني المهالي أو أي آ ي يا يعني تقابل تقريبا بالعربية إلى الحالة الثالثة وأنا برجع بونا نعطيهم بي يعتبر بسرعة وهي كل واحدة منهم بدي أعدم يعني ممكن نكثر أمثلة بس أنا عم راعي إنه في الموضوع لم يطرح يعني مو أول مرة بينطرح انطرح قبل ذلك آآ والكتار عندهم فكرة عنه نحنا بس عم نعمل كأنه مراجعة وتنشيط لهذا الأمر وأنا أتمنى أنه يكون فيديو مشاركة كبيرة على الفيسبوك بجمل و آآ يعني مختلفة عن اللي بجيبها أنا قلت مثلا إذي قتم خلاص إلنا فعل قلتي بدنا أفعال أخرى لتنعرف هذا أفعال جديدة شو عم تاخد أحروف جر الحالة الثالثة هي حالة بننمة بننمة الوجود أو التواجد يعني طبعا كلمة التواجد باللغة العربية خطأ شائع لأنه معناه من الوجد بس نحنا هلا ما من نفود باللغة العربية اليوم بننمهالي يعني اللي هي دا اللي هي في أو على أو عنده لاحظوا في أو على أو عنده كل ما يتعلق بالمكان يوجد خبز في البيت لا يوجد أي نقود مع أبي أو عند أبي يعني عند أبي بحوزة أبي ما في أبدا مصاري صرا كيمدي صرا يعني دور كيمدي عند من عند من الدور عند من الدور عند مين الدور أو دا دا نيفار أو نيلارفار ماذا يوجد في الغرفة إذن الدا تجي بمعنى بسياق الوجود يعني في وعنده وعلى بلاك مثلا بنقول مثلا حاعدين معرفات وبكرة رايحين شواء بنقول يارن كهوالتميز ألي دي ألي دي يعني بكرة فطورنا عند علي علي دي عند علي أتوقع الحالة هي الثالثة هي أسهل حالة دا ما بتخربت لأنه معروفة دا في وعنده ويعني واضحة هي الأخطاء بتصير أكتر شي بال اللي هي الحالة الثانية مريت واللي بعدين حنمر عليها الأسبوع الجاي اللي هي تبعا مفعول به الآن الحالة الرابعة اللي حنمر عليها اليوم آخر حالة قبل الفاصل اللي هي آيرلما هالي آيرلما هالي حالة الابتعاد أو المغادرة اللي هي دان اللي هي تقابل بالعربي من من في ابتعاد فأنا بقول أكل دان چكتم أكل دان چكتم كتير ملاحظة كخطأ شائع أنه نحن من قول مثلا سوريا دان چكتم ما يقال عن البلاد خرجت منها بها الصيغة يعني غادرت غادرت انفصلت عنها وليس تشكتم تشكتم يعني بقول خرجت من مدرسة من بيت من غرفة وهكذا يعني أردت منه أو طلبت منه منه دينا بورت دين سان دان هوش لان يورم هين الأفعال بتخربت كتير من الناس لأنه مو متطابقة مع آآ فلسفتنا اللغوية فأنا بقول أستلطف منه يعني أشعر باللطف منه يعجبني استلطفه وهكذا بانكة دان بارا چكتم بانكة دان بارا چكتم يعني سحبت نقودا من البنك سني سيف مكتين وازجتشتم سني سيف مكتين لاحظة أجمع المصدر سيف مكتين هذا أخذنا سابقا بتحويل الفعل إلى اسم سني سيف مكتين وازجتشتم يعني بطلت من أنه أحبك بطلت من دائما بتأخذت سيف مكتين وازجتشتم ساوشتان نفرت اديورم نفرت اديورم يعني ها يكراه أو ينفرو من ينفرو من الحرب أنفرو من الحرب أكراه الحرب سواشتان من سواشتان نفرت اديورم كبكتن korkuyorum أخاف من الكلاب كبكتن korkuyorum أوتبس أوتبستن عندم يعني نزلت من الحافلة من الباس أغرفت من أغرفت من المعلم أغرفت من المعلم أخذت ورقة من المعلم إلا استخدام ثاني صغير تستخدم للسببية فأنا أقول لك مثلا فلان كوم شوم كالب تين كالب يعني قلب كالب تين ألد كالب تين ألد يعني مات من القلب يعني مات بسبب مرض قلب أو مثلا لما أستخدم آخر لما أقول يعني واحد من أصدقائي هم تستخدم بما يشبه المضاف المضاف إليه أحده أصدقائي يعني المقصود فيها إذن الحالة الرابعة هي آيرلما هالي اللي هي دان أو دين طبعا أو تان أو تين اللي هي خروج أكل دان تشكتم آيرلدم آلدم تشكتم نفرت اديوروم كوركيوروم يعني هاي هي تلخيصها بسرعة هاي هي الحالات الأربعة مرينا عليهم بعجالة نقرأ بسرعة آن لدم بوسون دوراك آن لدم فهمتوا أن هذا هي المحطة الأخيرة آن لدم بوسون دوراك بني آن لارلا آن معناها ذكرة كتير بيخرطوا بين آن آن معناها لحظة آن ذكرة آن لارلا يا لز براك يعني أتركني بني براك هاي حرف جرحة ناخده لأسبوع الجايل بني براك طبعا المفعول به أتركني وحيدا مع الذكريات آن لارلا لا كمان هذا من الحروف اللي ناخده المرة الجاية تتمام غيركين بير ماتمين فار يعني لدي يعني في عندي حداد ماتم ماتم يعني حداد عليك يجب أن أمسكه ماتم تتمك يعني اللي هو أنه يمسك حداد يعني يشعر بالحداد يعلن الحداد يجب هاي هس لرين فار آنوا تمام غيركين وفيه كمان مشاعر وأحاسيس لازم إنساها هاي شوي هون الصيغة شوي صعبك القواعدين خلينا فهمها بس بالعموم يا نار يا نار درور هاد يعني قلبي يحترق يا نار يا نار بس أنا هون هاتركوا هاد سؤال مفتوح للشباب خاصة لمستوى هون قوي شو هالصيغة يا نار يا نار درور ودرمك هون هاد الفعل يقف شو محلو بالإعراب هاد تركوا سؤال قلبي كان أغلار أغلار درور نفس المعنى قلبي عم يبكي دم من دول ما فصل حال الدرور لأنه بديها سؤال سمين باندك لان جناهنفار يعني لاحظوا بانده بانده هلا حكيناها شو ده هاي عندي باندك لان كلان هاي فعلتها ولا اسم إلى صفة يعني جناهنفار يعني في ذنوب إليك بقيت لدي لعندي لديك الذنوب ضلت عندي سوز ليرينفار وفي وعود سوز ليرين سوز وعد سوز ليرينفار في وعود لك ضلت عندي ونطب جتين انت انسيتيها ورحتي وهي بقيت عندي اس اس معناها هبي هبي من الهبوب يعني لهيك منطقة اثن لار معناها النسمات اثن لار معناها النسمات منطقة اسن لار حفظوا معاني المناطق لأنه بتضيف لغويات يعني اللي عندكم اس نرية استرسن نرية هلأ ها هاي حرف الجرل هو إلى نرية إلى أين نرية استرسن لو ما بدك هبي هبي إلى أي مكان انتو ريدين نرية نرية تشوك سيف دي سن نرية هاي دي هاي دي حرف الجرل هي بلون مهالي نرية تشوك سيف دي سن في أي مكان أحببتي هبي اغرا اغرا معناها مري اغرا بير جيت شارسن إذا مريتي مري لعنة يعني أذا مريتي هالمكان ماضي 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 سافرا سافرا اس ماضي هذا هو مفعل به ماضي سافرا سافرا اس يعني هبي طبعا سافرا سافرا الى هو متل وقت نقول كنوش ما يا أفهم كنوشا كنوشا أو ريندم كنوشا كنوشا بكرر الفعل بحط له آ بيصير معناك ونشرك من خلال يعني هبي وأنت تعصفين بالماضي يعني يعصف وأنت تعصفين بالماضي بالرياح المجنونة في مكان واحد في مكان واحد يعني أنا مع هالرياح المجنونة اللي انت هبيتي فيها لا يمكن أن أجمع قلبي وأعيش في مكان واحد آخر شي كوني آخر نفس لدي إتشمي إس وهبي بداخلي إتشمي إتشم داخل إتشمي إلا لاحظو هاي حرف جر نزمان استرسن أين يرديم في مكان أين يرديم بان نزمان استرسن بأي وقت تريدين أين يرديم بان أنا في نفس المكان إس كازاسيف مش سان حتى إذا حبيت هبي صبفة أو قدرا قلبي كافورة كافورة إس كافورة يعني يحرق يحمص يشوي يحرق قلبي إس هبي وحرقي قلبي يشوي 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 إس هذا نفسه اللي قبله بدي منكم ترجعوا تسمعوها دقوا على أحرف الجر وبالمرة عجبتني المسابقة اللي طلعت معنا هيك المرة الماضية اللي هي شوفونا شو فيه كلمات عربية في النص ترجمة نانسي قنقر